اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والويندوز دي واعمل لها دي بلوي او افردها على نسخ تانية ودي عملية الدبليمت فانا عندي مرحلتين المرحلة اولية عملية الكابتشر ان انا حسطب نسخة الويندوز ببرامجها اوتوماتيك يعني مش هجاوب على اي سؤال اثناء تسطيب الويندوز ولا حتى البرامج هعمل اي حاجة خالص العملية كلها تنصيب صامت او تسطيب صامت مجرد ان ساعدتك الام دي تي من خلاله بحط تسك معينة او جباية معينة يسطب الويندوز بشكل لا بيسأل على الكيبورد مثلا ولا بيسأل على التوقيت ولا بيسأل على اسم الجهاز كل ده ما بيسئلش عليه والبرامج كلها بتسطب لا بيسألني مكان البرنامج فين ولا حتى تسطيب البرنامج بيظهر قدامي كل ده بيخلص بعد كده بيتعامل كابتشر او بيتاخد نسخة من الويندوز ببرامجها بس قبل كده بيتعمل حاجة اسمها اسس بريب واحنا عارفين اسس بريب اتكلمنا عليه وبعد كده بياخد نسخة من الويندوز ببرامجها هناخد بعد كده نسخة الويندوز ببرامجها دي ونعمل لها دي بلوي نفردها على اكتر من جهاز خلاص دي عملية الديبلايمنت خلاص عملية الكابتشر وعملية الديبلايمنت هنتم عن طريق الام دي تي فاحنا الفيديو اللي فات ابتدينا نجهز لعملية الكابتشر خلاص دخلنا الام دي تي وبتدينا نعمل نجهز عملية الكابتشر ايه بقى تجهيز عملية الكابتشر كنا دخلنا بكل اللي عملنا لو تلاحظوا هنا اهو ابتدينا ايه نخش نقوله ايه الانظمة اللي هتنزل الويندوز 10 الويندوز 11 الويندوز سيرفر زبطنا دنيتنا وبعدين ايه التعريفات مهو الجهاز اللي هينزعي الويندوز ده محتاج تعريفات تعريف كارت الشاشة تعريف كارت الشبكة ايه التعريفات نشوف المودلات اللي عندنا في الشبكة ونجيب تعريفاتها ونخلي الام دي تي يزق التعريفات دي اثناء تسطيب الويندوز خلاص فدي فكرة الوين بي ايه لياوت تمام وبعد كده جينا في حتة اسمها بوتستراب وكاستم ساتنج اللي اتنين دول مسؤولين على انه مسألة تسطيب الويندوز والبرامج يكون صامت بيجاوب لك على كل الاسئلة او كل الاختيارات اللي بتتعرض عليك اثناء تسطيب الويندوز او البرامج هو بيجاوبها بشكل اوتوماتيك وبيكمل عملية التسطيب اوتوماتيكيا خلاص بحيث ان انت ما تشوفش اي حاجة قدامك مجرد تفتح الجهاز الويندوز تنزل ببرامجها كل حاجة تمام خلاص دي فكرة الكاستم والبوتستراب وتكلمنا عن الاتنين دور وبعدين حتة المونترينج قلنا ان احنا عايزين اثناء عملية الكابتشر او عملية الدبلوي محتاجين ان احنا يكون العملية مترقبة ومتسجلة خلاص دي الفكرة كلها في فكرة اللي عملناها المرة اللي فاتت عمل المرة اللي فاتت عملنا الفولدر بتاع الكابتشر زبطنا دنيتنا قلنا له ايه الانظمة اللي هتنزل ايه اخدوا بالكوا لسه ما ستبناش البرامج قلنا له ايه الانظمة اللي هتنزل ويجاوب على الاسئلة بتاعة تسطيب الويندوز اوتوماتيك ويرائب عملية التسطيب خلاص ده عملنا بالنسبة للكابتشر عايزين نعمل نفس الكلام في الدبلوي نازم يروح نقول له نعمل فولدرات كده اهو بنفس الشكل ده بس الفولدرات دي مش هتحتوي بقى على نظام الويندوز لأ هتحتوي على نسخة الويندوز بالبرامج خلاص كده نفس الترتيب ده يعني حناخد نسخة ويندوز 10 ببرامجه فهنعمله في الافي فولدر ديبليمنط والويندوز 11 نفس الشي هنا اشي نعمل من feu نسخة منه او نسخة الويندوز 11 ببرامجه هتتحطه برضه فين في الافي خلاص وهنعمل نفس الكلام و برضه هنعمل بو constitutional setting و custom setting عايز اثناء الافي برضه ما تسيلش اسئلة و انا بعمل ديبليمنط لنسخة الويندوز بالبرامج ونفس الشي بالنسبة ل norms فعايز اعمل نفس الكلام يعني يا جماعة احنا بنعمل دلوقتي في الكابتشر والديبلوي بنزبط دنياتنا بحيث اثناء الكابتشر ما نستقلش اي اسئل في تسطيب الويندوز واسناء ديبلوي من نسخة الويندوز ببرامج برضو ما نستقلش اي اسئلة تمام؟ ويبقى العمليتين مترقبين عن طريق المونترينج زي ما قلنا ونزبط دنياتنا بحيث انه كل شيء يبقى تمام بعد ما نزبط الحكاية دي كلها هنبتدي بقى نشوف بقى فعملية الكابتشر واحنا بنسطب الويندوز دي عايزين برامج تتسطب بشكل صامت هنحط البرامج في الكابتشر فولدر وفي اسناء الديبلوي منت افرد ان انا بعد ما اخدت نسخة الويندوز بالبرامج وانا بفرد النسخة دي حبيت ازود برامج برضو هزود برامج في الديبلوي منت شير هنشوف الكلام ده كل واحدة واحدة بس احنا المرة اللي فاتت زي ما قلنا كده جينا في الكابتشر وزبطنا كل كلام ده كله يعني لو جينا روحنا كده على الفيديو اللي وقفنا فيه المرة اللي فات لو تفتكروا في الحتة دي او احنا كنا وقفنا فين عملنا اهي خلاص نسخ الويندوز والتصبيت الدنيا كلها طبعا خدوا بالكوا دي فولدرات احنا لسه ما حطناش نسخ الويندوز وعملنا لهاش امبورت لسه وزبطنا حتة البوتستراب والحتة بتاعة الكاستوم ستين وقلنا اتكلمنا على الحتتتين دول وشرحناهم الفيديو اللي فات ايه البوتستراب وايه الكاستوم ستين وشرحنا بشكل مقدول يا جماعة عاملين زي الانصر فايل لو فيكو حد جرب ان هو يسطب ويندوز حاجة اسمها انا تتنديد انستيليشن للويندوز يعني انت تتسطب الويندوز بشكل اوتوماتيكي عن طريق ملف صغير اسمه انا تتنديد اكس ام ايل بتحطه مع استوامت الويندوز بيجاوبلك على كل الاسئلة اللي الويندوز بتحتاجها اسناء التسطيب نفس الشيء هنا في الام دي تي البوتستراب دوت اي ان اي والكاستوم ستين دوت اي ان اي نفس فكرة الانتندد ودكس ام ايل خلاص فكونا وقفنا في المرة اللي فاتت زبطنا الكاتشور فولدر زبطنا كل حاجة هنا عايزين نثبط بقى ايه الديبلويمنت فولدر نفس الكلام عايزين نثبط نفس التفاصيل عايزين نعمل ايه نروح نجيب البوت اللي هو الديبلوي دي ستراب او ستراب بوتستراب دوت اي ان اي خدوا بالكم هنا في مشكلة ما هنا هو قلنا انه هو بيروح يشاور على الفولدر اللي حسب فولدر الديبلويمنت او فولدر الكابتشر لحظوا هنا ان انا بقوله يشاور على فولدر الكابتشر وده غلط انا حاليا مبسطة بايه الديبلويمنت فولدر فده هيعمل مشكلة بعد كده تمام فخدوا بالكم من النقطة دي ايه المهم خلينا نكمل هنعمل كوبي تمام رايت كليك وهنقول له بروبرتز اول حاجة طبعا احنا هنا محتاجين نسخة الاربعة وستين بت مش هنشتغل بالتمانية وستين وادي البوتستراب دوتاي ان اي لحظوا انها اسمها ديبلويمنت شير خلاص ده بيشاور على الديبلويمنت شير هنا هنقل له شاور على الكابتشر على الكابتشر شير وده غلط لازم يشاور على الديبلويمنت شير او على فولدر الديبلويمنت خلاص طيب كده ازبطت دانية عايزين نكمل بقى ايه شوية الحاجات التانية في حاجات تانية برضو لسه هنعملها الكاستم سيتينج دوت اي ان اي برضو محتاج ان انا احطه طبعا انا عامل كزا نسخة من الكاستم سيتينج تمام يعني انا ايه اللي اكتر من حاجة عامل واحد اتنين تلاتة اربعة برحتكو بقى عايزين يجاوب على اسئلة معينة يعني انا هنا عامل اكتر من النسخة بس عشان ما اطولش عليكو انا انا عايز اعمل ايه عايز اوريكو بصوا النسخة اللي انا هشتغل عليها اللي هي ديبلويمنت 2 تمام انا عامل اكتر من كاستم سيتينج دوت اي انوهي فانا هاخد مش كمان ديبلويمنت 2 هاخد ديبلويمنت 3 ده فولدر بص او ده في كل الاسئلة متجاوبة تمام كده وهشرح لكم لما نيجي نوصل لما ارحالة الديبلويمنت الاسئلة دي معناه اي او الاجابات دي معناه اي لو حد بص كده هلاقي الموضوع بسيط ايه برضو فكرة هيجون الجهاز الدومين فين بالزبط هيوديه فين في الاكتف دايركتري اللغة هتبقى ايه الكيبورد هتبقى ايه نفس الكلام اللي قلناه بالنسبة للكاتش فخلاص احنا هنعمل ايه هنا هنشيل دول خلاص ونحط الحاجة بتاعتنا الخاصة به الكاستم سيتينج دوتايا خلاص نلاحظوا فيه شوية تفاصيل على فكرة واضحة جدا جدا جماعة وسهل ايه يعني لو كل حد واحد ببص هنا ايه هنا مثلا بقول له ايه ابص هنا مثلا الجهاز دا مثلا فيها هنعمل تاسك اسمها كزا دي اسم التاسك في الامدي تي هقول له لو سمحت لما تسطى بنسخة الويندوز دي حطت لها البرودكت كي دا او السيريال دا والجهاز دا اللي هيجون الدومين تحطه فين تحطه في حتة معينة في الاكتف داركتري ومنتهى البساطة تمام وهنا نفس الشيء جاوب على اسئلة معينة هنا مثلا جون الدومين فلازم اديله يوزر نيم و باسورد عشان يجون المكنا دي الدومين اسئلة سهلة وبسيطة للغاية حتى لما نيجي نشوف عملية الديبلويمنت هتلاحظوا ان كل حاجة ماشي بشكل سلس وهناقش لكم برضو الموضوع دا بشكل مفصل اكتر بس احنا حاليا بنجهز دنيتنا بس لما نوصل لعملية الديبلويمنت الحقيقية هنتدي نشوف بقى الحاجات دي معناها ايه خلاص طيب فاحنا كده زبطنا دنيتنا هوا هنيجي هنا على الوين بي اي نفس الكلام اللي هي الوين بي امج هتبقى 64 بيت والسكراتش سبيس سايز دي احنا قلنا عليها برضو الفيديو اللي فات بنكرر نفس اللي عملناه مع الكابتشر فولدر خلاص وهنزود هنا كوماندات الدزم وكوماندات النيت فريم وكوماندات الباورشيل كل دا هيبقى فيه الوين بي امج معنا ولكنين سبقى طيب كده دي نقطة مهمة جدا هنيجي هنا في ال candies هنقول له لو سمحت عايزك ان انت تختار درايفرات النوفو هنا عايز اقول له انت بتفرد نسخة ال ويندوز عايزك تختار درايفرات النوفو طبعا دي غلط هنا هقول له خدلي درايفرات النوفو طبعا دي هنا دي برضو فيها نقطة دي غلط لازم اقول له اختارلي الدرايفرات النوفو ماشي والمنترينج طبعا خليه رائب عملية تمام فكده احنا ابتدينا ايه بشكل ما جهزنا الكابتشر والديبلوي جهزنا الاتنين بس لسه لسه معاملناش حاجات تانية لسه فضلنا تفاصيل زيادة فين نسخ الويندوز ما تحطتش لسه فين البرامج اللي هتستطب ما تحطتش لسه هلازم لسه نزبط دنياتنا ونعمل الكلام ده تحظون انا بصوا كل الاسئلة دي كلها دي بتاعت ايه دي بتاعت دي بتاعت الديبلويمنت نفس الشي هقول له مسلا الدابي سوس سيرفر السيرفر الفلاني التوقيت توقيت القاهرة هقول له سكيب كاتشور انا مش عايز ان هو يعمل كاتشور نسخة الويندوز هي اصلا قريدي اللي انا بعمل لها بفردها دي نسخة ويندوز بالبرامج فبقول له بلاش تعمل لي كاتشور فلاحظوا ان الاجابات هنا كلها منطقية اسئلة كلها منطقية تمام كده بقول له اعمل كذا كذا الماكنا دي افرد علي نسخة الويندوز بالبرامج دي وجوانها الدومين وحط التوقيت بتاع مصر وحط الكيبورد الانجليزي والعربي كل كل ده كله بتعمل بشكل اوتوماتيكي خلاص فالموضوع واضح وسهل ما فيهوش ايه تعقيد من ايه نوع جمعا خلاص وعلى فكرة الجزئية دي ممكن تشكلها زي ما انتو عايزين يعني الموضوع سهل لقاوي قاوي قاوي ان انت تعمله تمام طيب فيه هنا بس نقطة عايزين داخد بنا منها او يعني اني نسيت انا اقولها الحتة دي بحتة التعريفات لازم انها ياخد تعريفات اللينوفو خلاص كده بس طبعا في الاخر مسلا بعد ما يفرد نسخة الويندوز بيعمل ريستارت في اخر حاجة خالص في بيعمل ريستارت ليه الجهاز هنا في الحتة دي دي الحتة اللي انا كنت عملتها غلط لازم يختار التعريفات بتاعة اللينوفو اللي انا عملتها تمام ممتاز جدا 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 تمام زبطنا دنيتنا طبعا دي الاربعة وستين بتمشي التمانية وستين هلاحزين اهو خدوا بالكو عشان فيه هنا اربعة وستين و تمانية او ستة وتمانين خلاص راجعنا كل حاجة وزبطنا دنيتنا كل حاجة متزبطة تمام عايزين بقى ايه نروح على وبعدين بتي بقى نحط او ننسخ الويندوز اللي هنبتدي نشتغل بيها تمام كده طب بس انا بحاول ايه ان انا فضي مساحة يعني او ايه كده بالزبط خلاص بيراجع كل شيء طبعا بس لاحظوا هنا الخطأ الرهيب اللي هنا ان ده بيشارع مش على تمام كده طيب انا هنا كنت بعمل ايه هنا بحاول اشوف ازا كان الجهاز عندي بطيق ولا حاجة فكنت ببص بس على استهلاك الجهاز هدي حاجة ثانيا عندي بنامج اسمه ايدل لوجوف ده لو سبت الجهاز مدة معينة ربع ساعة من غير شغل بيعمل لوجوف انا مش عايز كده لانا ساعات بسيب الجهاز ده كتير يعني اثناء الديبلويمنت هبقى فتح السيرفر ده وفتح السيرفر كده ووقف على الام دي تي وهسيبه كتير مش هشتغل عليه فمش عايزه ان هو يعمل لوجوف لما يعمل لوجوف بيقفل كل حاجة وبطلع برا انا عايزه لا عايزه يفضل على الكنسول بتاع الام دي تي عشان ارائب عملية الديبلويمنت او عملية الكابتشر تمام فدي نقطة مهمة برضو هنيجي بقى للنقطة المهمة المفصلية يعني اللي بنتكلم فيها فكرة ان انا ابتدي بقى احط نسخ الويندوز احط كل استوانة ويندوز وبعدين ابتدي اعمل لها امبورت جوه الام دي تي دي مهمة جدا وبعد كده ابتدي بقى احط البرامج امبورت البرامج حط البرامج اللي هتستطم خلاص كده بدي نقطة مهمة جدا طيب اول حاجة مفروضة اعملها ايه البرامج نفسها مش كنا اه 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 دانيال اللي عامل لها فولدر اسمه دبلوي وكاتشر الام دي تي لاب الفولدر اللي احنا كنا خطين فيه صورصات اللاب بتاعنا يعني اللي هتفتكروا معايا لما نيجي ندخل كان هو دانيل برادر عامل فولدر اسمه ام دي تي لاب حطت بقى جواه كل اللي احنا نزلناه فاول فيديو الام دي تي نفسه والآدك والبرامج وكل التفاصيل دي كلها فكان عامل فولدرين فولدر اسمه اا دي بلوي فولدر اسمه كاپتشر الدي بلوي والكاپتشر ديلي حطت فيهم البرامج اللي هنسطبهم على نسخ الويندوز ازاي الباور شل سبعة زي الوفيس سيكستي فايف زي الكلام ده كله يعني لو تفتكروا ايه دي احنا عشان برضه فكركم ايه دي طبعا انا هنا بعمل ايه يا جماعة انا هنا بس انا عندي اللي هو الفولدر اللي هو متشاير ما بين اللابتوب وما بين الفيرش والماشين مش ظاهر على الام دي تي سيرفر ظاهر على الدومين كنترولر فيعني عايز اروح اخد هنا هو الحاجة اللي انا عايزها بتاعة دانيل برادر وانقلها على السيرفر ده خلاص ادي كابتشر و دي بلوي فاكرين احنا عملنا فولدر اسمه كابتشر و دي بلوي على الام دي تي ده جواه البرامج والحاجات اللي هتصطب خلاص كده بس فاضين فولدر اسمه كابتشر وفوردر اسمه دي بلوي لو تفتكروا ادي الام دي تي لاب خلاص والفايلز في البركوزيتز فيه هنا ايه فولدر في التولز اسمه كابتشر و دي بلوي ده فيهم البرامج والحاجة واحنا على الفايل سيرفر عاملين فولدرين من نفس الاسم فهنكوبي دول ونبدلهم منك خلاص عشان دول موجودين على الامدتي سيرفر اللي هو في نفس الوقت في فايل سيرفر يبقى دول هوريكوا دلوقتي يعني دلوقتي دول هيبقوا موجودين على الامدتي سيرفر بعد ما يتحطوا هناك هروح بقى أخش على الامدتي كونسول وابتدي بقى يمبورط البرامج دي تمام أو أحطها تمام عملاق أوتوماتيكية بحتة بحتة ما فيهاش اي نوع من أنواع الصعوبة خلص كل شيء ماشي أوتوماتيكي زي ما بنقول خلاص نروح بقى على الامدتي هنروح على الامدتي سيرفر خلاص بصوا لو فتحنا الاي تمام واد الشير الفولدر اسمه شير اللي حطنا فيه البرامج اللي هتتسطط خلاص هنبتدي اول حاجة نعمل ايه ننزل بقى استوانات أو نسخ الويندوز بس طبعا انا اعتقد انا نزلت نسخ الويندوز المرة اللي فاتت لا ما نزلتش نسخ الويندوز المرة اللي فاتت غالبا غالبا ما نزلتش نسخ الويندوز حد علمي يمكن ما عملت لقاش امبورط ممكن المهم هو عايز يعمل دلوقتي عايز يحط البرامج يعني اثناء الكابتشر يا جماعة واحنا بنسطب نسخة الويندوز ايه بقى البرامج اللي هتتحط عليها وبعدين ناخد نسخة بالويندوز بالبرامج اللي هيا البرامج بقى اللي هي ايه ايه والباورشيل والكلام ده كله طبعا عملية امبورط بتاعة البرامج دي ليها طريقة معينة خلاص هوريها لكم بحيث ان انتو تبقى عارفين يعني اول حاجة هنقوله الراد كليك اول حاجة هنعمل فولدرات اسم فولدر لكل ايه لكل برنامج cmtracelog تمام ده اول فولدر اتعمل فولدر للأبليكيشن اسمها cmtrace خليها نمشي واحدة واحدة هنا بنعمل ايه هنا ده الفولدر اللي عامله او التكست اللي عامله دانيال برادر بارباريوس ازاي ان انت هتعمل عملية الامبورط هنا مديك الاسم اسم ده اسمه cmtracelog تمام بصوا عالتفاصيل ده اسم الفولدر يعني اول حاجة بيقول لك اعمل اسم الفولدر وبعدين دي التفاصيل الشركة اللي عامله البرنامج اسم البرنامج بالكامل الاسدار بتاع البرنامج او الاسدار بتاع البرنامج اللغة بتاعت البرنامج وفي الاخر خالص السكريبت اللي هيسطب البرنامج ده بشكل صحيح خلينا نمشي واحدة واحدة اول حاجة بنعمل ايه بنروح ونعمل فولدر باسم البرنامج وبعد كده بتدي نملة بقى تفاصيل البرنامج ماشي هاخدوا بالكو ان احنا هنعمل ده مرة وهنكررهم فانا هشتغل معاكم اول واحد وتاني واحد والباقي هيتكرر فمش هنحتاج ان احنا نعمل الكلام ده خلاص فخلينا نمشي كده واحدة واحدة اهو يعني مثلا احنا عملنا اول فولدر اسمه cmtracelog خلاص ده اول فولدر لاول برنامج لاحظوا ان هو بياخد اول سطر دايما اولو نيو فولدر خلاص وهنعمل كده ونعمل كده خلاص هنعمل للكابتشر ودبلوية ماشي ادي مايكروسوفت ايج تمام ونيو فولدر بالترتيب كده العملية سهلة خالص ايج تمام اهو وفنش تمام وبعدين الامج state reset دي بتبقى عملية قبل موضوع او عمل حاجة عاملة زي سيس بريب كده اهو سكريبت اهو عامله بيعمل زي السيس بريب كده او بيجهز المكنة للسيس بريب تمام تمام system state reset تمام اهو فضل لنا ايه كمان فضل لنا ال power shell 7 وال visual c plus plus كل ده عايزين انه هو يتسطب مع نسخة الويندوز وناخد نسخة من الويندوز بالبرامج دي تمام copy وهنعمل ايه دي فولدر كمان ماشي ونحطه بهوه ده power shell تمام وضل لنا ايه كمان فيه اللي هو visual c plus plus تمام لحظوا ان هو ده من بياخدوا السطر الاولاني ده الفولدر اسم الفولدر طبعا هو كان محتاج يكتب شوية بس يعني ايه رجل قد ترخره برضه منظم الدنيا ايه ادي اول سطر ده اسم الفولدر ماشي رايت كليك اهو ونيو و ايه دي طبعا العملية دي يا جماعة عملية فيها عملية روتينية فانا فيه سكريبت ان شاء الله هوراولكو ان هو يعمل العملية دي كلها بشكل اوتوماتيكي بس خليكو ايه الاول تشوفوا الطريقة بالطريقة العادية وبعدين نشوفها بالطريقة السريعة خلاص ده بالنسبة للبرامج اللي هتستطب مع نسخة الويندوز وبعدين ناخد نسخة منها اثناء بقى فارد نسخة الويندوز بالبرامج دي قد تحتاج ان انت تستطب برامج اضافية نيجي بقى لحتة الديبلوي او الابليكيشنز اللي هتستطب اثناء الديبلوي خلاص هنا برضو هنعمل فولدرات ونزبط دنياتنا خلاص برضو فولدرات واحدة واحدة بس هو هنا عمل ايه او هنا عملت ايه هبتدي الاول بالكاپتشر خليننا في الاول في الكاپتشر بلاش الديبلوي نبتدي الاول بالكاپتشر رايت كليك ونقول له ايه نيو ابليكيشن هنا هنقول له ايه بقى ان الابليكيشن فيه 3 اختيارات يا اما انت بتشاوله على الفولدر اللي فيه البرنامج خلاص وهو بياخد كوبي من الملفات دي ويحطها جوه الكاپتشر فولدر خلاص يعني هو بيعمل ايه اما تقوله على البرنامج فين وهو ياخد نسخة منه ويحطها في الكاپتشر شير فولدر خلاص او في الديبلوي شير فولدر حسب انا هنا باقول له لا يا باشا انا قريدي عامل فولدر اسمه شير وحطت فيه البرامج الى application without source files or elsewhere in the network either no source are required for application the application exists on a separate unc هنا يعني بمعنى يا جماعة باقول له لو سمحت البرامج دي موجودة في فولدر متشاير ساعتك هتروح تجمع من الفولدر متشاير ده افرد ما عندكش فولدر متشاير هتروح على الفولدر اللي فيه البرامج وهو هياخد نسخة منه ويحطه على الفولدر بتاع الكابتشر او الفولدر بتاع الـ deploy وطبعا لو احنا عارفين قصلا الـ capture share والـ deploy share اردي متشايرين تمام؟ فيعني الاسهل ان احنا نعمل دي ليه بقى؟ لان انت مش كل مرة هياخد copy من البرامج دي ويحطها في الفولدر يعني تخيلوا مثلا انا اقيل له خد copy من البرامج دي وحطها في الـ capture share وخد نفس البرامج تاني مثلا او برامج تانية او خد نفس البرامج نفترض وحطها في الـ deploy من share طب ليه؟ ليه بكده انا باخد نسخة مرتين بقول له خد دي وخد دي لا انا هنا بقول له شاور على مكان واحد في كل البرامج ساعتك تاخد حاجتك كلها من هناك خلاص؟ فى دلوقتي هنقول له application without source file هنشاور له على ان ده موجود في الشير خلاص؟ طيب هنا بقى في شوية تفاصيل اسم الـ publisher او اسم اللي عامل البرنامج اسم اللي عامل البرنامج مين؟ Microsoft Corporation لحظة انه هنا هو ايه؟ هو منظمة Microsoft Corporation اهو خلاص؟ الـ application name ايه الـ application name؟ الـ application name اللي هو الـ CM Configuration اهو هو ده فلاحظوا انه كل سطر هنا له مكان في الـ MDT خلاص؟ هنحط هنا الـ application اهي؟ application name خلاص؟ وبعدين هنحط الـ version تمام؟ اهو اهو الـ version دي تمام؟ خلاص؟ اهو والـ language هتبقى كذا طبعا هو منظمة اهو في الحتة دي language خلاص؟ ادي البرنامج بكل تفاصيله طبعا ليه عملاء روتينية اللي عايز يعملها بس طبعا هو منظم اهو في دي شيء كويس الـ command line ايه؟ الـ command او الامر اللي هتكتبه عشان يسطب المرنامج بشكل صامد يعني على سبيل المثال هنا هيقوله ادي command هقوله run ملف اسمه wsscript ملف اسمه wsscript البرنامج ده هيشغل ملف اسمه hidebad.vbs خلاص كذا 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 طيب احنا عايزين نعرف ايه؟ اولا عايز اعرف ايه الملف اسمه hidebad.vbs ده خلينا روح نبص عليه اولا هو بيقول لي run برنامج اسمه wsscript.dxe و لما البرنامج ده يشتغل يرن ملف اسمه hidebad.vbs خلينا نشوف الملف ده فين بالضبط add prequisites و add tools و add capture فين الحتة بتاعت cmtrace اهو ادي الملف اسمه hidebad اهو ده تمام؟ نشوف كده انا write click و edit نبص بيقول ايه؟ اهو بيقول له كذا 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 هو run البرنامج اسمه wsscript.dxe install.bad يعني hide vbs ده بيقول له ايه؟ hide vbs ده بيقول له ايه؟ روح run الملف اسمه install.bad يبقى ادي install.bad لو قلنا له edit ايه بقى install.bad اهو install.bad بيقول له شغالي او run الملف اسمه cmtrace وهنا هيرنه عن طريق ايه؟ عن طريق الpower shell او هيستبه عن طريق الpower shell تاكي 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 كذا تمام؟ يعني باختصار يا جماعة ال command ده بيقول له لو سمحت عايزك ان انت ترن او ان انت تستب برنامج cmtrace تستبه بشكل صامد خلاص؟ يعني دلوقتي بقول له شغل wscript.txc ده ملف الملف ده هيروح يرن البرنامج ده او يرن ال script ده ال script ده هيروح على ملف تاني اسمه install.bad ده اللي جواه هيستب برنامج cmtrace او من خلال الملف ده هيستب برنامج cmtrace خلاص؟ ده جزء مهم عايز افهم انا الكلام ده يعني انا حبيت مسلا افهم السطر ده معناه ايه؟ ممكن طبعا ان احنا نسأل جوجل براد نقول له ايه ال ايه ايه؟ اه ايه ال command ده عبارة عن ايه خلينا نكتب كده نقول له نشوف الامر ده ونشوف هيقول لنا ايه؟ حاجة اسمها wscript تمام dot exe خلينا نشرح له او هو يقول لنا ايه ال ايه معنى السطر ده exe هنقول له hide bat dot vbs تمام وبعدين خلينا نفهم بقى ايه التفاصيل التانية يعني ايه slash b slash no log دي خلينا نشوف هنقول له هنقول له ايه شرح لنا slash b slash خلاص no logo no logo صح او هي اسمها ايه؟ استنى كده نشوف نقول له slash ايه اسمها no logo ولا اسمها ايه اسمها no logo اهو no logo عايزين نقول له يبقى ساني كده هنقول له explain explain this line in simple terms خلاص هنقول له كده اهو كده كده ونشوف هاير لانا ايه هاير لانا ايه طيب هنا بيقول the line كذا كذا اذا command that can be used to execute a visual script هو بيقول لك ان السطر ده بيشغل script او ملف ملف script وده visual script او visual studio او visual basic script غالبا يا جماعة خلاص كذا 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 السطر ده it is the windows script host which is used to execute يعني الملف ده هو المسؤول انه هو يرن السكريبت ده خلاص؟ الملف ده هو المسؤول هو يرن السكريبت ده خلاص؟ او البرنامج ده هو مسؤول هو يرن السكريبت ده hide جاهزة كذا this is the name of the visual script that has been executed طبيعي ده السطر slash be specified the script should be executed in hidden window ده النقطة المهمة جدا يعني دلوقت لما هيرن السكريبت ده انت لما بترن السكريبت بيطلع شباك بتشوف فيه السكريبت او بيتنفف او انا بيقولك اخفيلي الشباك ده مش عايزه يظهر خلاص؟ no logos بالصفة ده سكريبت would be executed without displaying the window script host logo يعني باختصار يا جماعة السطرين دول بيخفي تماماً عملية الانستيليشن خلاص؟ ما بيطلع لكش شباك وتشوف انت عملية التصديق بيخفيه تماماً تمام؟ فهنا القصة كلها ملف اسمه script wscript.exe ملف او برنامج بيرن سكريبت السكريبت ده بيستطب التصديق بيختفي بسبب السطرين دول خلاص؟ خلينا نشوف برضو الراجل هنا شارح تحت بيقول ايه this command runs script كذا كذا in hidden window visual script scripting language that can be used to automate task انا بيقولك ايه يعني ايه visual script؟ تمام؟ the b and كذا كذا قالك شرحنا ان هو هيعمل عملية التصديق من غير ما يظهر شبابيك اثناء التصديق this command often used to run malicious scripts or hide malicious activity from the user ده في حالة ممكن يستعملوه في حالة الفيرس بس في حالتنا احنا هنا مش بنعمل القصة دي احنا هنا ما بنعملش القصة دي طبعا ممكن يا جماعة باختصار كمان تقول له ايه السكريبت ده يعني لو فتحنا السكريبت ده كده وقلنا له بصوا لو هنا جيدة كده مثلا نقول له لو سمحت اشرح لنا السطر ده خلاص؟ هنا دلوقتي ده سكريبت الفيديو والبيزيك سكريبت ده خلاص؟ اشرح لنا السطر ده نيجي هنا هو كده ونقول له ايه أكس بلين ديس 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 دا هايد تقول له اسرح لي بقي لسطر بعد ما يفهم الملف دة في جوه ايه هاقول له بقي شرح لي تاني من الاول السطر كل على بعضه هنكتب كده ونقول له نعمل لنا الكلام ده ونعمل كده ونقول له اكسف لنا قصة دي اكسف لنا قول لنا ايه القصة دي طيب ال line ده بيقول ايه اهو السطر ده is a script that creates a new instant of windows script host shell and then execute the batch file كده يعني من الاخر هو بيقول اختصارا يعني انه هو بيرن للسكريبت ده بيرن ملف اسمه install dot bit خلاص طيب ايه الصفر و true اللي في الاخر دي طيب يعني باختصار بيخفي عملية الانستيليشن ثاني خلاص the true parameter specified the batch file should be executed in a new process يعني باختصار برضو الجزء من الاسكريبت ده او بيقول لك run install dot bit ويخفي عملية الانستيليشن او ما يظهرش حاجة اسناء ما انت بترن الملف ده الملف ده اسمه install dot bit لما تفتحه لازم يفتح شباك ويشتغل ويقريك اللي بيحصل برضو عايزك تخفيك كلام ده خلاص طيب ده شيء ممتاز جدا 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 الراجل كده برضو شرح حاجة بسيطة خلينا بقى نجيب الملف التالت تمام ونقوله add install dot bit خلاص نعمل edit كده ونقوله اشرح لنا برضو الكلام ده control a و control c ونيجي نقوله اشرح لنا هنقوله explain تمام لحظه انا بعمل ايه هنا بقوله كل معطيات explain this line وبقوله this is install dot bit file ونحط له السطر ده ونقوله كده ويقوله اشرح لنا باختصار يا جماعة انا يعني ممكن اقولكو برضو هنا قصة ايه هنا السطر الاولاني بيقوله ايه لو سمحت عايزك ان انت تعمل اول سطر ايه لو ام ام كي داير دي عايزك تعملي فولدر جوه c windows folder فولدر اسمه ccm خلاص ده اول حاجة بعدين بيقولك copy في ملف اسمه cm3s.x عاجزك تكوبي الملف ده توديه هناك يعني تعمل ايه يا جماعة عايزك تاخد copy من الملف ده توديه على c windows ccm خلاص يعني بعمل فولدر اسمه ccm بعدين بكوبي ملف اسمه ccm3s.x احطه في الفولدر ده خلاص مزبوط جدا جدا the y علامة ال y دي اللي في الاخر specified the file should be common even if it is already existing in a destination directory يعني هو بيفترض ان لو الفولدر ده محطوط فيه الملف اسمه ccm3s لا انقله برضو وعمل كوبي ووفر رايت عليه ماشي طيب ايه بقى السطر الاخير power shell execution policy كذا 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 هنا بيشرح بقى بيقولك انه السطر ده كله على بعضه قصده executes the power shell script cm3s.ps1 from the current directory with the following options يعني ايه اللي بيحصل يا جماعة دلوقتي هو بيعمل فولدر اسمه ccm خلاص بيحط جواه الملف اسمه cm3s.x وبعدين فيه سكريبت 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 ده بيسطب البرنامج بتاع cm3s.x ده ماشي بيسطب البرنامج كذا هنا بقى عايزين نفهم طب بيسطبه ازاي بقى خلينا نشوف هنا شوية التفاصيل ده set execution policy bypass bypass the execution policy بمعنى انه لو ده هيترن عن طريق الpower shell الpower shell ما بيسمحش ان انت ترن على او هيفتح شبك powershell لما تيجي ترن السكريبت هيقولك لا 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 اديني 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 صلاح او يقولك ايه لو سمحت اسمح لي ان انا هرن السكريبت ده فالexecution policy bypass بقول له بص يا powershell اي سكريبت هيشتغل عليك من خلالك رنه عنديش مشكلة خلاص no profile prevents powershell from loading the user profile طبعا مش فهمها الحتة دي non interactive prevents powershell from displaying any prompts or messages يعني هنا بقى بيعمل ايه برضو نفس الفكرة هترن السكريبت ده بس مش هيظهر لك اي حاجة خالص ولا اي مساجيات خالص خلاص كده هنا بيقول له الفايل ده ما كان السكريبت هيرنه فين خلاص و style hidden بيخفي الشباك بتاع يعني نلاحظ انه من اول hide bad.vbs وبعدين install.bat وبعدين كلها عملية مخفية الراجل خافي العملية تماما طبعا انا عملت الكلام ده كله ليه عشان اجي في الاخر اقول له لو سمحت اشرح لي كله بقى مجمع هنا بيشرح له بيقول له this batch file creates a new directory in windows directory عارفنا و بيكوبي ملف عارفنا القصة وبعدين بيرن powershell script اللي بتدي يسطب البرنامج اللي هو عمل له كوبي في الفولدر ده الدنيا ماشية تماما خلاص كده طيب خلينا نقول له بقى ايه نرجع ثاني نقول combine خلاص نجي نقول له ايه بقى عشان برده نشرح نقول له combine the و نقول له ايه بقى ناش نقول له combine نقول له ماشي combine the previous responses بقول له لو سمحت كل اللي انا قلتولك قبل كده ده يعني احفظه تماما على بعده and explain again this line اقول له لو سمحت اشرح لي السطر ده تاني هنطلع فوق بعد ما ادينا له كل البيانات اللي هو عايزها عايزين نقول له لو سمحت اشرح لنا بقى تاني من الاول السطر ده بقى عنده اللي ها يدود فات وي بي اس قلنا له المحتويات بتاعته و اللي install.bat قلنا له محتويات بتاعته قلنا له كل حاجة فعايزين بقى نقول له لو سمحت اشرح لنا السطر ده تاني من الاول اهو كده اهو يعني كده نقول له كوبي كده وبعدين نرجع تاني نقول له بس خلينا نقفل ده كده ونقول له كذا كذا طيب خلينا نشوف بقى هل كده هيبقى في حاجة تانية ولا كده تمام نجي كده طيب اه 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 اكس بلين اجين كذا خلينا بس نقول له اكس بلين اقول له ان سامبل سامبل تيروس خلاص خلينا نشوف هل هيفهم ويجمع كل حاجة انا قلتهاله ولا لا خلينا نشوف كده هل الراجل هينفع معاه ولا لا طيب بص بقى السيتي هو هنا اقالك ايه فوقت العزاكي انه جمع كل الحاجات اللي هقالله عليها قبل كده طيب هنا بقول له ايه بيقول ان اللاين ده اذا كماندد بيوستو اكسيكيوت ده سكريبت واضح جدا قلنا ان الملف ده هيران السكريبت ده السكريبت ده السكريبت ده خلاص هندين اكسيكيوس انستول فهنا هو خلاص عارف انه الملف ده او البرنامج ده هيران السكريبت ده والسكريبت ده هيران ملف تاني اسمه انستول دوت بات وانستول دوت بات كريتس شوفوا بقى العظمه اللف كل اللي انا قلت ده كله بتده يشرح بقى ايه بموضوعية فيهم بقى خلاص فهو بيقول لك ايه البرنامج ده هيران السكريبت ده الفيجوالسكريبت ده والفجول سكريبت ده هيروح يرن ملف اسمه install.bat install.bat هيعمل فولدر في الويندوز في السي ويندوز وهيكوبي ملف ملف اللي هو اسمه cmtrace.xe في الفولدر الجديد اللي عمله. وكل ده هيتم بشكل مخفي خلاص كده طيب طبعا وينا بيعتبر انه هو برنامج هيتعمله install بشكل صامت فده يعتبر برنامج ايه؟ يعني يعتبر فيروس او حاجة بس هو فاتته حتة هنا هو هنا ما حطش حتة الـ PowerShell Script اللي احنا جبناه في الاخر اللي هو الحتة الاخرانية دي هو ما شرحش الحتة الاخرانية دي فاكرين السطر اللي هو ايه؟ السطر ده اللي هو ما شرحش الحتة دي هو شرح بس على فكرة والله شرحه هو شرح اللي هو install.bat دي ده اللي جوه الinstall.bat بس ما شرحش اخر سطر فيه بس يعني بشكل ايه مبسط بشكل مبسط ايه دي يا جماعة القصة كلها الراجل عامل سكريبت بيرن بسطب بشكل صامت ايه دي كل التفاصيل كلها شفنا الليه لمشي ازاي ولما مش هنا واحدة ما احنا على جوج البارد ازاي نقدر يدينا تفاصيل الموضوع ماشي ازاي وعمل ايه خلاص فدي يعني تجربة ممتازة بالنسبة لي بالنسبة لكم ازاي انتو تتعاملوا مع الزكاء الاصطناعي خلاص فخلينا نيجي بقى تاني ونكمل شغلنا اهو ده السكريبت وعلى فكرة كل السكريبتات كلها ماشي كده خلاص ادي السكريبت اهو خلاص فاضل حاجة واحدة بس فاضل موقع ملف الفين بقى فين السي ام تريس او فين البرنامج بتاع السي ام تريس هنروح نشوف فاكرين انا عملت فولدر اسمو شير وحطت فيه البرامج كله تمام اهو فولدر اسمو شير لو تفتكروا لو فتحنا كده اهو ماشي هنفتح اهو ادي الفولدر اسمو كابتشر تمام وادي السي ام تريس خلاص يبقى اهو بصوا يا جماعة بصوا 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 اهو ده السكريبت بتاع السي ام تريس وقادي برنامج السي ام تريس وادي الهايد دوت بي بي اس وقادي الانستور كلهم موجودون في حتة واحدة وكله متتابق او ماشي مع بعضه فانا هقوله لو سمحت اي ادي مكان السي ام تريس فين اهو موجود فيه الحتة دي خلاص يبقى كوبي اهو ونقوله ايه كنترول فيه ماشي يبقى كده عملنا ايه يبقى كده زبطنا الدنيا قلنا له البرنامج ومكانه والسكريبت اللي هينفزه يعني ماشي بشكل صامت تماما خلاص زي ما احنا شايفين ماشي ادي كده باختصار شديد نكست ماشي ونكست تماما كده الراجل خلاص عملنا امبورت للبرنامج جو عايزين بس نزبط شوية تفاصيل هنا هنا بقى هو دقيق اوي معلش دانيال بصوا فيش فيه تفاصيل كتير اوي انا كل اللي عايزه بس ايه راجلش الموضوع شوية شايفين بنمسح ايه بنمسح كل حاجه بنسيب بس اسم البرنامج فقط لغير بس كده هو خلاص وهنا اسم ده طويل شوية ايه في حاجه اسمها شورت نيم انا عايز اخلي اسم البرنامج اوي ده الشورت نيم خلاص ده الشورت نيم خلاص فلاحظوا ان كل سطر هنا له معنى او كل حاجه هنا لها معنى خلاص كده ادي الشورت نيم هعمل لكوا واحده تاني يعني خلينا نجرب اللي تحتيه ونجرب ونشوف برضه الراجل ده بيشتغل ازاي خلاص هنمشي واحده واحده ماشي ادي ابلاي و اوك تمام نيجي مين بقى نيجي ليه النيت فريم اهو واسقة ده خلاص يا جماعة كده ده الظبط نيجي للنيت فريم هنا رات كليك ونقول له ايه نيو ابليكيشن خلاص هنقول له روح جيبه من فولدر متشاير ببساطه نيكست همتدي بقى البابليشر مين الشركة اللي عامل برنامج ده اهو مايكروسوفت كوبريشن شركة مايكروسوفت خلاص كده لاحظوا معايا واحده واحده ايا دي مايكروسوفت كوبريشن تمام الابليكيشن اسمها ايه السطر اللي فوقيه وكلها على فكرة على كل البرامج واحده نفس الترتيب ايه دي اسم البرنامج خلاص ونعمل كده وبعدين الفرجن النسخة بتاعته ايه النسخة بتاعته نسخة رقم ست او الاصدار السادس تمام ماشي ايه دي الاصدار السادس وبعدين اللانجوج اللي هي هتبقى ايه انجليش طبيعي تمام ايه دي حاجة وبعدين نيجي هنا هو ونقوله هنا ايه اس ونقوله next السطر بقى الامر اللي هينفز نفس السطر ده هو هو نفسه السطر اللي فوق بس خلينا نشوف هل بيشارع نفس الملفات ولا لا يعني لو روحنا كده وفتحنا كده وجينا هنا هو مثلا نروح على ال .netframe اللي هو ده ونيجي نفتح ال VBS ده ماشي نفس الفكرة ببعدين نستول لنلاحظ انه برضه نفس الحوار هيروح على install.bat والinstall.bat هنا edit هيعمل يا هيرن تلات ايه تلات ملفات نلاحظ ان التلات او تلاتة نت فريم السطر install quite nor restart يعني معنى كده السطبه بشكل صامت ملف منتهى البساطة بيقوله لو سمحت عايزك ترانيلي الملفات دي كلها ده التلاتة نت فريم نرنهم ليه بشكل صامت install quite دي not restart يعني متعملش restart خدوا بالكم في بعض البرامج بتحتاج restart ونقوله install quite يعني من غير ما يظهر ايه شابه بك اثناء ال installation تمام؟ مجرد ما استطب البرنامج مشوفش ايه حاجه عايز اشوف short cut او المختصر بتاعه على سطح المكتب بس not restart مفيش restart خلاص كده لو احتاج restart مش هيعمل restart خدوا بالكم من النقطة دي خلاص طيب ممتاز جدا 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 ايه دي السكريبت و ايه دي الحاجه وبوه منتها البساطة السكريبت بيرن ده وده بيرن ده بس خلاص واللي بيرن ده بقى ايه خلاص الحتة دي الملفات دي موجودة موجودة فيه حتة معينة هو عارفها هنحدد له مكانها فيه خلاص فده بهم منتها البساطة برضو السكريبت بسيط مفيش اي مشاكل خلاص نكمل كده اهو السكريبت وفهمنا يعني ايه بيه وعني انه لوجو فهمنا دي وفهمنا دي هو الراجل حريص على انه الانستيليشن ما يظهرش منه حاجه خلاص تمام كده طيب ادي النت فريم خلاص عايزين ناخد مكانه بقى ادي النت فريم لحظه بصوا جماعة اهو ادي الملفات كلها هين اللي كانت موجودة في السكريبت انستولدت بات ادي الملفات هين خلاص وبالتالي احنا كده ماشيين بشكل ممتاز احنا ماشيين مزبوط خلاص هنيجي هنا او كده خلاص هننزل تحت هنا طبعا انا بعمل ايه يا جماعة هنا عايز ان انا بدل ما كل شوية ااخد كوبي بقى او انا عايز اكتب هنا المكان بتاع السيرفر مرة واحدة يعني عايز اعادل اخلي العملية كلها هنا موجودة برضو في التكست فايل لا بدل ما كل شوية اه افتح الرن واكوبي لا لا عايز اخلي الموضوع كله ظاهر قدامي دلوقتي خلاص فادي كده بقى 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 بدل ما كل شوية ايه بقى اكوبي وبست واكوبي وبست لا كده بقى 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 خلاص هعمل الكلام ده للكابتشر والديبلوي تمام ايهو ماشي بس انه تبقى العملية مزبوطة محتاجش بقى كل التفاصيل دي كلها اهو كل شي بقى كوبي وبست وكوبي وبست ماشي اهو تمام بس خلاص عايزين بقى ايه نروح نشاور له على المكان ده كوبي خلاص ونروح له هنا اهو في الشباك تاني هنا اهو ونشاور له على اللوكيشن اهو ده ونكست خلاص ونكست نبتدي بقى ايه نعدل شوية في الشكل بقى شوية تعديلات كده ونظبط الدنيا بقى اولا احنا عايزين بس اللي هو اسم البرنامج فقط عايزين اسم البرنامج ميكروسوفت نت فريم ومش عايزين اهو الاسدار ده لاحظ ان ايه اهو بحب ينظم قوي يعني ايه الدنيا بتاعته والشرط نيم ده الشورتنام ده اللي هو فوق ده اوه ده الاخر ده وهو ده الشورتنام ده الشورتنام خلاص اهو فين اهو ه ده الشورتنام الحتة دي اسمование اهو طبعا مش كاتب هنا مظهر في التكستفلا lives بس هو ده الشورتنام بيكرر نفس الكلام الان عملو في المثال عمله في .NET Frame. خلاص. مش عايزين تعملوا الكلام ده براحتكو يا جماعي. عملية كلها عملية تنظيمية بحتة. الراجل بيحاول ينظم دنيته على قد ما يقدر. خلاص. هدي apply و اوكي. تعالوا نجرب برضو ايه واحدة كمان. انا عارف ان العملية فيها تكرار. بس خلان نجربها كمان عشان ايه برضو منطرش. خلينا ماشيين معها. نشوف ويمكن فيه اختلافات. يمكن يكون فيه فيها فيه مشكلة فيها اختلافات. تمام? طبعا انا بعمل ايه هنا? انا بعمل هنا ده عشان التكست فايل تحت فيه فعايز برضو عدل مكان السيرفر هنا بدل ما هو fs1 share ده لا يبقى اللي هو ايه? اللوكيشن بتاع السيرفر بتاعي. تمام كده? فبغير برضو نفس الكلام. اهو. خلاص. نفس الكلام هعمله فين على الباقي? خلاص. خلينا بس نشوف كده جماعة احنا بقالنا قد ايه شغالين عشان الوقت ما يطولش. نبقى لنا ستة واربعين ديئة ماشي. نكمل ساعة بس. المهم. فهنزبط دنيتنا كده. تمام? مجرد بس عملية تنظيم. يعني انا كان المفروض اعمل الكلام ده قبل ما اشتغل في التكست فايل ده. بس يعني ايه? عشان لو حبيته تشتغل ويبقى برضو نعملية تكون سهلة. مبقاش فيها كل شوية ايه? كوبي وبيست كوبي وبيست. اهو. كنترول في. ماشي ونكمل ده. كنترول في. ماشي وبعدين. عملية تنظيمية بحتة زي ما بنقول. عملية بس بترتب امورك. حسن انا شاور على بتاع البرامج مرة واحدة. طبعا فيه هنا برامج كتير قوي. عندنا النوتات عندنا الاوفيس عندنا كزا حاجة. اهو. تمام. ممكن يا جماعة لو عايزين تعدوا الحتة دي انا ممكن نعدي حاجة بسيطة كده اهو. اهو. خلاص زبطنا كله. عدلنا كل الحاجة اللي احنا عايزينها. خلاص. كله بقى متزبط بيشاور على اللي فيها البرامج. سواء في او في نيجي بقى في الحتة بتاعت الاتج. احنا بقى حاليا في المرحلة بتاعت الاتج. تمام? اهو. هنيجي للاتج. رايت كليك. ونيو ابليكيشن. تمام? ونقول له ادي سورس البرامج. تمام? نكست. وببساطة نرجع تاني نشتغل اهو. ايه دي. الشركة اللي عاملها مايكروسوفت كوبريشن. تمام? اهو. مايكروسوفت كوبريشن. وبعدين اسم الابليكيشن. السطر الفوقي. كوبي. تمام? اهو. ما تلاقوش يا جماعة فيه سكريبت هعمله هيخلص الامور دي كلها ان شاء الله مش هنضطر نقعد نكتب ونعمل الكلام ده كتير يعني. خلاص? وقادي الاصدار بتاعه. تمام? واللغة. اللغة هتبقى لها الانجلش. تمام? اهو. بعدين نكست. وبعدين هنحتاج السطر بقى اللي هو برضو سكريبت دوت بي بي اس ده. خلينا روح برضو نبص بص على السكريبت ده. يعني ازا كان في اي اختلافات ممكن نفتح كده تاني. ونفتح ده. ونشوف السكريبت برضو. عايزين نبص جماعة ممكن نستفيد قوي من من الحتة دي. فان احنا كوماندات بتاعة البرامج بشكل صامد. هنستفيد. لغة برمجة حلوة. ممكن نروح على الهدج اهو. وقادي. الهايد. دوت في بي اس اهو. ده خلانا قرره راد كليك وادت. اهو. هيران برضو انستول دوت بات. الملف ده. انستول بقى هيعمل ايه لو قلنا له ايدت. هنا بقى في شوات تفاصيل. هنا هيستطب برنامج الاتج بشكل صامت. ومفيش ريستارت. ومش هيحط الشورتكات للاتج على سطح المكتب اللي هو السطر الاخير ده. خلاص. وبعدين الكام سطر دول او السطرين دول. اه حاجة اسمها ماستر بريفرنسز كنت شرحتها قبل كده. اه في ملف اسمه ماستر بريفرنسز. الماستر بريفرنسز ده جواه شوية حاجات ليه علاقة بالاتج. مثلا اه ان مثلا هوم بيج او اللي هي اول حاجة هتظهر هي جوجل مشوات تفاصيل تانية. ليه يعني دي حاجة هي علاقة بتاع الاتج. فاللي حاصل انه انستول دوت بدا بيعمل ايه? مش مجرد بيسطة بالاتج وبس لا بيعمل له كونفجر بيزبطه بشوات تفاصيل كده والكونفجر ده بيجيبه من الملف اسمه ماستر بريفرنسز خلاص? تمام كده? وفي الاخر خالص بيقولك ايه? السطرين الاخرالين دول بيقولك لو سمحت ايه 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 مايكروسوفت ايج دوت لينك و ايج دوت لينك ده يعني من الاخر بيقولك ايه لو سمحت ما تحط ليش ايه 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 او اختصار ليه ال ايج. تمام كده? باختصار يعني. احنا ممكن نعمل ايه? لو برضو حابين ان انتو مش عايزين تفهموا الكلام ده نقوله كنترول ايه و كنترول سي ونروح ليه براد ونقوله الشرح لانا. خلاص? ايه يا جماعة حاجة توقف معانا? خلاص? نحاول ان ايه هنسأل زكاء اصطناعي ونشوف هيقول لانا ايه? اهو اراد كده ونعمل كده. ونشوف هيقول ايه? اهو الراجل بيبتدي يشرح بيقول لك ان اول سطرة ادوست انستول مايكروسوفت ايج. خلاص? سايلنت يعني بشكل صامت. ادي اول حاجة. ايه اللي هو الجزء ده. اي اوبشن سبايز ادامي سايد شوت بي انستولت. خلاص? يعني باختصار احنا قلنا الكيو ان ده اللي هو الكيو ان ده. كيو ان ده يعني شكل صامت. ان انستيليشن هيبقى performance without displaying any user interface. يعني هيتم بشكل صامت ومفيش اي شبابيك هتظهر. نور استارت مايعملش الستارت. خلاص? وانت كريات شورتكات. يعني ما تعملش شورتكات للإيج بعد ما تستطبه على سطح المكتب. خلاص? الكام سطر طول شرحهم? ار يوزد كل السطور دي. اه كزا كزا كزا. الملف ده ده فيه configuration للإيج. شوية configuration للإيج. هو بيعمل بيكوبي ويحطه في الفولدر اللي فيه برنامج الإيج. خلاص? ده باختصار يعني. خلاص? ده واي option specified that the file should be copied even if it is already existing. يعني اذا لقى ملف اسمه master preferences في الفولدر بتاع برنامج الإيج. يوفر رايت عليه او يكتب عليه. يغيره. خلاص? كده? والسطرين الاخلانين بيقولك ان انت تدلت اي shortcut للإيج. على سطح المكتب. Q. اختصار Q ده اللي في الاخر. سطر Q ده في الاخر فين? في سطر اسمه Q في الاخر. ايه بقى Q دي? specify the file should be deleted without displaying any confirmation prompts. الله. الحتة دي انت سعتمش لما بتدلت shift delete لملف بيقولك do you want to delete? هنا بيقولك لو سمحت ما تظهر لش الكلام ده. يعني دلته من غير ما تطلع على الرسالة دي. طبعا امتياز. شرح ده امتياز. خلاص كده? هنا رجل شارح بقى هنا ايه الخلاص. these lines are used to install microsoft edge without displaying any user interface and without creating a desktop shortcut. they also copy a file called master preferences to the microsoft edge application directory and delete the microsoft desktop shortcut from the public and administrator desktop. يعني من الاخر مفيش اي شورتكات هيظهر لأي يوزر على الويندوز. خلاص? او administrator. it is important. كذا كذا كذا. المهم ممكن بقى تعمله ايه? لو عايزين تتأكدوا قلوا double check response. لو انت شاكك في اللي هو بيقوله. قلوا روح بقى الانترنت وشيك على اللي انت قلته لي ده. اللي هو صحة خلاص? اهو no results found. طبعا اهو هنا اهو. في حاجات ممكن ان هو يجيبها وفي حاجات ما بيجيبس يا جماعة. انا بقولك انا الراجل دارس جزء شوية في البرمجة اول اللي شفت الكلام ده كله. الكلام ده كله صحيح مليون في المياه. خلاص? فادي استفادتنا بقى ان احنا دلوقتي بنشوف commandات وبنستفيد. احنا كده تعلمنا ان احنا لو عايزين نصطب حاجة بشكل صامحة نعمل ايه? لو عايزين نكونفجر الage بشوية حاجات نعمل ايه? لو عايزين ان احنا ندلت ملف من غير ما يصغر لنا علامة التأكيد بتاعت ال delete. نعمل ايه? كل الكلام ده كله احنا بنستفيد. فده شيء ممتاز جدا جدا جدا. خلينا بقى ايه? نكمل ونشوف الدنيا فيها ايه? ايه دي. اه الملف ده. اهو. يبقى كده احنا هنحط البرنامج اهو. script. وبعدين هنحط له location بتاعه. خلاص? اهو. و next. next. تمام? finish. خلاص? انا بس هكمل معاكو ده. ال application نفس الكلام رزبا لل image state. بس قبل كده طبعا محتاجين احنا نزبط الدنيا دي. لو هنزبط بقى شوية الاسم بتاع ال age. انت روش يا جماعة احنا خلاص قربنا نخلص بس هناخد الكام التلاتة الفضلين دول هو فضل اتنين كمان. بنزبط بقى شوية التفاصيل زي ما انتو شايفين كده. بالرجلش العسامي. وال shortcut هيبقى اسمه age. تمام? تمام? copy. وبعدين نحطه. paste. apply. اوكي. اوكي. تمام? image state. بقى ده اللي مفروض انه هو الراجل كان دانيال قال انه بيعمل بيجهز الجهاز لعملية السيس بريب. فخلينا برضو ايه اشوف ال image state او الملف ده او القصة دي. ايه المكتوب? ايه اللي هو مفروض image state ده? عبارة عن السكريبت بيعمل ايه بالزبط? خلينا نشوف. اولا هو هنا بسمي الشركة mdt lab. يعني طبعا لان هنا ما فيش شركة هي اللي عمل السكريبت ده. ده user عادي. اه يعني غير مشهور هو اللي عمل السكريبت ده. خلاص. copy. image state اهو. ده اسم البرنامج. الاصدار مالوش اصدار طبعا انه هو سكريبت بسيط يعني. هو رقم واحد اهو ايه السكريبت رقم واحد يعني. تمام اهو. بعدين هنا اهو انجلش. اهو. وخلينا بقى نشوف برضو السكريبت بتاعه يبقى عبارة عن ايه? اهو. نحط ال command ده. طبعا عارفين w script دوت كزا. خلينا برضو نشوف السكريبت ده عبارة عن ايه? نفهم برضو. احنا عايزين نفهم طبعا يا جماعة كلها عملية افادة لنا احنا لان هو عبارة عن سكريبتات واحنا اغلبنا ما بيشتغلش سكريبتات كتير. فخلينا نشوف برضو هو الراجل ده هنا ايه لنا ايه بالزبط. ايه دي capture وبعدين ال image state اهو. ايه دي الراجل عامل ايه. ادي hide.bat ده اللي هو ده. برضو هيرن ال install. خلينا بقى نشوف ال install ده هيعمل ايه بالزبط? install edit. هنا بقى هيعمل ايه? هيرن ال rig file. في ملف اسمه image state dot rig. ده ملف خلاص كده. وهيكوبي ملف اللي هو اسمه فيه. انا بص يا جماعة. هو هيعمل ايه? ده بيقول له لو سمحت عايزك ترنلي الملف اسمه image state rig ده. وعايزك تكوبي الملف ده ملف اسمه state dot i ni ده. عايزك تكوبيل الملف ده تحطه في c windows setup state كذا 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 كذا. طب احنا لا محتاجين هنا ان احنا نفهم شوية القصة اللي هو بيتكلم فيها دي. عايزين ان احنا نسأل جوجل بورد. نسأله على اولا ال registry key ده بيعمل ايه? وده بيعمل ايه? فانا عايز اقول له ايه? right click و edit. خلاص. ونقول له لو سمحت عايزك تعمل ايه? control ايه? control c. خلاص? اولا اولا عايزين نعمل ايه? عايزين نقول له install.bat ده لو انه له edit كده احو. ده دي واضحة. هيرن registry key معين وهيرن ملفه. احنا عايزين نعرف ال state dot i ni ده بيعمل ايه? و registry key ده بيعمل ايه? فخلاني روح نسأله. registry key ده عبارة عن ايه? احو كده. نقول له لو سمحت explain this registry key key in simple terms. خلاص? وبعدين نقول له اشرح لنا ده بيعمل ايه? خلاص اهو control v ونقول له اعمال لي كده. ونشوف ده عبارة عن ايه بالظبط. طيب بيقول ان رجيسر كيدا. Stored the state of windows image. طيب دي مش مفهومة. ايه كذا كذا. indicates that the windows image is in a generalized state and is ready to be resealed to OOBE. طيب. resealing a windows image involves moving all machine specific information from the image such as the computer SID. دي حاجة شبه السيس prep. خلاص? اه هو هنا حتى كاتب تحت بيقول. the generalized state is typically reached by running the system preparation tool with the generalized option. تمام? the in simple terms. ده كي كذا هبتدي يشرح بقى يعني هو طبعا نلعك ده كله عايز يدي اختصار. indicates that the windows image is ready to be deployed to multiple computers. خلاص? يعني هنا من اللي هو بيجهز هنا. انت يا ويندوز نقدر ان انا فريديك على كذا جهاز من غير بقى فيه مشاكل. خلاص? الحتة دي بس طبعا. انت يا ويندوز نقدر ان انا فريديك على كذا جهاز من غير بقى فيه مشاكل. خلاص? الحتة دي. بس طبعا الشرح ده مش عاجبني اول الامانة. فاحنا يعني ايه برضو عايزين نفهم? طيب ايه ال state dot i in i ده? عايزين نفهم ايه ال state dot i in i. خلينا نروح كده اهو. وقوله برضو يشرح لنا ايه ال state dot i in i. ايه الملف ده تحديدا? قلنا انا edit كده اهو. خلاص? ونقول له. اه غالبا هي نفس نفس الشوية. image state received o i b b e. طيب يعني واضح انه هي حاجة ليه عراقة بانه بيخلي بيخلي نسخة الويندوز تبقى كأنها جاهزة انها يتعمل لها اه ديبلويمت على جهزة تانية. طبعا هنا بس ممكن نشوف هل فيه اي شرحة اكتر. تفصيلا. يعني مش قادر اه اقدر برضو اقول القصة دي. اه طيب خلينا نشوف الحتة دي بالزبط. هو هنا كتب حاجة تانية. in simple terms اه لا برضو مش واضحالي انا هنا اهو. اه لا انا هنا انا مش مقتنعة قوي بالردود دي انا عايز رد اكثر اقناعا فخلينا نقول له كده اهو. مسلا ونقول له لو سمحت نروح على اه اه ادات اصطناعي او ادات زكاء اصطناعي تانية اللي هي كلود. خلينا نشوف كده هل لا ينفع نقول له اهو. ونقول له اشرح لنا يا عم كلود الشرح ده. طيب اه ماشي. هنا طبعا هو بدي شرح معين. ده رجستري. windows is a database that stores configuration settings and options for the windows operating system. ممتاز. it contains keys and values that control how windows behaves. ماشي. اهنا هنا يعني بيشرح لك يعني ايه رجستري. ويبتدي يقول انه في رجستري كيه معين. بيقول اللي هو الرجستري كيه اللي احنا بنشرح فيه ده. انه الرجستري كيه ده اسمه image state. وانه مكتوب في السطر اللي انتوا شايفينه ده. طيب. هنا بيقول ايه بقى. ايه معنى السطر ده. is a specific state that indicated windows installation has been generalized. user specific setting removed and then resealed. made it ready for the first time use again. back to OOBE. out of the box experience. the first setup wizard you install. فكرة حتة OOBE دي يا جماعي يعني ايه. هنا بيقوله. لو جستري ده تنفذ يبقى معنى كده ان الويندوز. لو تفردت على جهزة تانية. كأنها بتستطب لأول مرة. يعني حتى لو تكره جماعي انت لما تيجي بتستطب ويندوز لأول مرة. بيطلع لك ايه شاشة زرقه كده يقعد يسير شوية اسئلة. يقول لك الواي فاي بتاعك ايه. الكيبورد مش عارف ايه. دي اسمه. out of the box experience. فهو هنا بيقوله فعالي الخاصية دي. انا هنا بفهمه انه. نسخة الويندوز خلاص. بقت جاهزة انها تتفرد على اجهزة تانية. خلاص كده. طيب. in simple terms registry key indicates that this is windows installation had been set back to its initial out of the box state. with all users removed and ready for initial setup. يعني باختصار. باختصار. هو كده. كأنه بيعمل سيس بريب. شبه السيس بريب. طبعا ده لا يغني على السيس بريب. يعني احنا هنعمل دي. وبعدين هنعمل سيس بريب. خلاص يعني دي جزء مساعد للسيس بريب. خلاص كده طبعا برضو الى حد ما الشرح ده برضو مش هعجبني. فاحنا ممكن نخش على زكاة دكاء اصطناعي ثالث ونسأله. ونقوله هنا control v واشرح لي الكلام. طيب هو هنا بيقوله بقى. يعني نفس الكلام اللي تقال تقريبا. انه هو هنا يعني بيقوله لو سمحت ان نسخة الويندوز دي كده كأنها بالزبط كأنها بقت ايه جهزة انها تستطب على اجهزة تانية. طبعا يعني برضو انا الى حد ما مش مقتنع او بالشرح بس اللي فهمته من القصة دي انه خلاص انه هو كده بيجهز الويندوز دي انها هتتفرد على اجهزة تانية. خلاص? او حاجة شبه السيس بريب باختصار يعني. خلاص? احنا بس بظلنا جماعة سطرين بالزبط. ال power shell سبعة. وبعد كده. اه الفيجيوال استوديو. خلاص? ادي كده. نيكست نيكست خلاص بعد نفنش تمام هنزبط بقى برضو الاسم والتفاصيل خلاص اهو وهناخد بقى الاسم اللي هو الشورت نيم اللي هو ده اميج ستيت كوبي بدنروح وقعدي هناك اهو تمام ابلاي اوكي يبقى فضل لنا بقى اخر حاجة اللي هو الـ PowerShell وبعد كده الـ Visual Studio الـ PowerShell بسيط قوي فيهوش حاجة برضو نفس الكلام هنا بقى السطر بتاع الـ PowerShell سهل قوي يعني السطر بتاع الـ Installation بتاعه سهل بصراحة يعني ممكن اقولكو بيتشرح من هنا هنا طبعا احنا خلاص عرفنا القصة دي تمام الاسم والـ Version تمام سبعة تلاتة تلاتة والنسخة نسخة انجليزي هيجي بقى السطر عايز اوريكم السطر الاخير ده اللي هو بتاع السطر بتاع الـ Installation ده ده سطر مهم لان فيه شوية تفاصيل كده مهمة خلاص لقى ناكست طبعا الـ Command Line بصوا بقى السطر ده كله باختصار شديد يعني في جزء منه كويت طبعا كويت ده يعني يعمل له Install بشكل صامد ما يظهر ليش منه اي حاجة شوية بقى التفاصيل اللي في الجنب دي هقولكو عليها في جزء منها اه وانت بتسطب الـ PowerShell سبعة تمام بيسألك عليها يعني بصوا خلينا اول نحط الاول السطر ده كله على بعضه وبعدين هشرح لكو هو ايه اللي هو كاتبه ده خلاص يعني اهو السطر ده يعني خلينا كده بس نعمل السطر ده كده اهو اهو بصوا يا جماعة نرجع تاني اهو معلش انا عايز ارجع تاني اهو انا رحت فين لا نرجع تاني كده حاجة بسيطة نرجع حاجة بسيطة كمان اهو بصوا نرجع حاجة كمان لو ورا كده اهو انا عايز بس اقريكم حاجة وقادي السطر معلش النبعان ايه اهو تمام خلينا نرجع تاني ايه دي السطر ده خلاص ومكانه فين طبعا خلينا بس الاول ايه اوريكم حاجة مهمة وانت بتسطب الباورشيل سبعة يعني ايه خلينا اقول لكم باور شيل سبن انستيلايشن اوبشنس خلينا اقول لكم كده ايه وهو بسطب اه دي الامجز فيه بيظهر شوية حاجات كده وهو شغال خلينا اوريها لكم لا مش هي دي اه انستيلايشن لا عايز اجيب لكم انستيلايشن فين ايه وهي حاجة بتظهر ايه وهي دي بصوا بقى جماعة شايفين دي add power shell to pass environment registry كذا شوية الحاجات دي انت بتعلم عليها اثناء الانستيلايشن بتاع الـ powershell الاربع دول الاربع دول هم اللي موجودين في السطر ده هنا بيعلم عليهم الاربع دول هو اللي بيعلم عليهم في السطر ده خلاص يعني السطر الطويل العريض ده اللي من اول كوايت يعني خلينا اجيبكوا كده افتكروا ادي الاربع دول الاربع دول انت وانت بتسطب بتعلم عليهم هو في السطر بتاع الانستيلايشن معلم على دول خلينا اوريكوا السطر لو جينا انا هو كده مسلا وجينا نشوف السطر ده addy الاب واضي 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 الـ powershell 7 طمعا بس هنوينم الظهرة في هتظهر في الـ text file فين السطر ادي الـ layout اهو السواني عايز اجيبلكو السطر بتاع الايه فين اهو هو ده السطر ده كده اهو كده ونقول له copy ماشي ماشي كل ده بقى add explorer context add run powershell remote ps remote كل ده كله هو اللي موجود فين هو اللي موجود في المنو دي عايزين تتأكدوا لو روحنا هنا اهو كده خلينا نشرح نقول له ايه ونشرح لنا ده خلاص كده اهو اهو ونقول له اشرح لنا ده معناه ايه طيب ادي هنا باختصار بيقول لك اذا command that be used to install powershell ماشي مزبوط جدا تمام package اللي هو اول سطر package ده الملف اللي هيستطب منه ال powershell quiet يعني without displaying any user interface يعني هيتستطب بشكل صامت add explorer context menu powershell 1 adds an open shell option to the right click context menu in windows يعني يا جماعة لما بتعمل بصوا جماعة لما بتعمل right click هنا هو عايز يقصدك ايه بيقول لك ان لو انت لو سطبت ال powershell اللي عملت right click كده عايز يظهر ال powershell 7 دي اسمها context menu عايزوا يظهر لي ده كده عايز في اي حتة عمل right click يظهر لي powershell 7 ماشي دي اه دي حاجة طيب اللي بعديها بيقول لك ايه اه كذا كذا add run with powershell option to the right click context menu add run with powershell بصوا جماعة لو عملت كده right click خلصوا عملت كده في هنا open كذا كذا طبعا دي حاجة وبعدين لو في powershell script لو عملت right click كده بصوا اهو run with powershell 7 يعني عايز يضيف لي ال option ده خلص ايه دي ال option التاني طيب ايه ال option بقى اللي بعد كده enable ps remoting يعني ايه enable powershell remoting يعني اللي هو ال option ده يا جماعة لو جينا بصنا هنا كده installation اهو power shell remoting دي يعني اقدر ان انا اقدر اخش remotely بال powershell بحاجة enable powershell remoting يعني اقدر اخش remotely او عن بعد على جهازة عن تريق ال powershell خلص فدي مهمة جدا 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 خلص لحظوا شوفوا الكام سطر دول بيتكلموا في ايه بالظبط خلينا نرجع بقى نشوف باية ايه الشرح register manifest كذا register powershell manifest windows operating this is necessary for powershell to be integrated with other windows features يعني باختصار بيخلي powershell يشتغل مع windows explorer و task scheduler خلص ماشي use emu enable the microsoft update mechanism for powershell هنا طبعا ده اللي ستب منك ال powershell 7 بيقول له لو سمحت اعمل تحديث ليه ال powershell 7 عن طريق المايكروسوفت windows updates خلص كده الاستطرين دول في الاخر اللي هو use emu 1 و enable emu 1 دي يعني بقول له لو سمحت ال powershell 7 تعمل له update عن طريق المايكروسوفت موقع مايكروسوفت طبعا ممكن تقول له عن طريق ده بيصص بس هنا هتختلف القيمة خلص كده فا بالاخر راجل بيشرحه و بيقول لك this command installs powershell 7 and adds option to the right click context menu in windows explorer دي انا شفناها and run powershell scripts it also enable powershell remoting and registers the powershell manifest with windows 10 operating system finally it enables the microsoft update mechanism for powershell it is important to note that this command should be used to install powershell from a trusted source يعني الراجل شارح الموضوع بشكل منمق جدا 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 لو عايز تتأكد طبعا من الاجابة هو الراجل اللي بص جايب لك حتى السورس بتاعته جايبها منين بصوا اهو جايب جاب الكلام ده منين اهو بصوا فا يعني الراجل بدينا شرحه مفصل للغاية بصوا جماعة لما جيت قلت له تأكد الحاجات اللي بالاخضر دي برضو لو جينا دورنا في حتة تانية ممكن ببساطة اعمل كده اروح رايح واخد نفس السطر واقول للا ادات ادات دك اصطناع تاني اشرح لي عشان نتأكد هل هو فعلا قال الكلام ده صحة ولا لا بس انا متأكد بالنسبة مليون في المية انه الكلام صحيح فادي يا جماعة بالاختصار لاحظوا كم المعلومات اللي احنا بناخده في البرمجة شوية شوية كمماندات لوز تمام؟ فانكمل كده اهو نزبط الدنيا فاضل لنا بس اخر واحد خلاص فاضل لنا اخر برنامج اللي هو البيجوال ستوديو هنقف هنا اهو لان كده برضو كتير جدا احنا تكلمنا كتير هنيجي البيجوال ستوديو وكده يبقى خلاص زبطنا الدنيا كوبي وبعدين ايه دي مكان البرمجة 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 وبعدين برضو هنزبط التسمية بتاعته اهو البرمجة البرمجة تمام؟ والشورت نيم بتاعه اهو يبقى فاضل اخر حاجة اهو الجزء الخاص بالبيجوال ستوديو تمام؟ اهو ابلاي اوكي نلاحظ قاعدين بنستفيد كمية معلومات بتطلع الواحد نفس الكلام هنكرر اخر حاجة بتاع الفيجوال ستوديو تمام؟ هننزل بقى اخر سطر اهو ده اللي هو اه الاسم بتاع البرنامج اهو هدي الشركة طبعا العملية اوكي اهو تمام؟ وبعدين اه الاسم بتاع البرنامج تمام؟ وبعدين او الاصدار تمام؟ اللي هو عشرين اتناشر عشرين اتنين وعشرين دول اللي هي الاسدارات اللي نزلناها من عشرين اتناشر لعشرين اتنين وعشرين وبعدين اللغة اللي هتعامل بيها وبعدين الاسكريبت فضل لنا الاسكريبت تمام؟ وبعدين ممكن برضو نشوف هو الاسكريبت ده عبارة عن ايه؟ هل في اي اختلافات؟ قدنا بنستكشف فتحنا كده وبعدين الامدي تي لاب وبعدين البركوزيتس دين تولز وبعدين خلينا نشوف الجزء الاخير اهيد دوت بات برضو نفس الكلام هيروح يرن للإنستول الانستول رايت كليك ونقوله ايدت اهو بيرن كلها يا جماعة لأول ما تلاقي كويت نور ستارت دي يعني هيسطبه بشكل صامت اهو سطب البرامج دي كلها بشكل صامت من غير ستارت خلاص في شيء ممتاز جدا يبقى احنا كده ما عندناش اي مشكلة في الاسكريبت ده خلاص هناخد السطر ماشي يعني اهو كده بنحط اللوكيشن بتاعه ماشي كابي تمام وده اخر حاجة هنقاشة في الفيديو ده لان المرة اللي جاين شاء الله هنخش بقى على الديبلويمنت نحط البرامج بقى تمام اللو هنستطبع اثناء الديبلويمنت واعتقد لسه مضيفناش نسخ الويندوز لسه هنا هو ويندوز تانو الحاجات دي بس اعتقد هتتضاف يعني تمام تمام هنقف بقى عند آآ الجزء الخاص خلينا بقفنا كده بس الاول نشوف بس الشورت نيم الاول خلاص هنقف خلينا بس نكمل كده هنقف عند الديئة كام اهو افلاي ماشي افلاي اوكي ماشي كده خلاص زبطنا الليلة كلها هنا بس في نقطة يعني انا هقف معاكم هنا عند الحتة دي عند الديئة خمسة خمسين واحد وعشرين ان شاء الله الفيديو اللي جاي بس في حاجة نقص عايزين نعملها نلاحظ ان ترتيب الفولدرات مش تابعة ترتيب الابجادي يعني احنا عايزين نعمل ايهو راجل عامل سكريبت حيزبط ان الفولدرات تبقى متترتب حسب الترتيب الابجادي يعني C وبعدين يبقى D وبعدين E هنا مش مترتبه صح فهو عامل سكريبت جابه بيزبط ترتيب الفولدرات ده حسب الترتيب الابجادي فانا مش هطول عليكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي نعمل الحتة دي وبعدين نخش في deployment share نسطب البرامج برضو اللي هتسطب اثناء فرد نسخ الويندوز ايه اوفيس اي ان كان والتفاصيل كلها فخلينا نقف دلوقتي عند ديها 55-21 اتمنى يكونوا بيتعجبكم بس انسوش تركو في القناة وفعلوا جرس التنبيهات وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امرا مني يا جماعة اللي حاسس ان احابب بالمادة دي وحابب يستزيد منها عن طريق انه ياخد معايا كورس خاص بمقابل مادي يتواصل معايا على صفحتي على الفيسبوك IT Visualizer فيها رقم الواتساب بتاعي او رقم الموبايل بتاعي وعليه واتساب او يخش على قناتي على التليجرام IT Visualizer وبرضو فيها رقم موبايلي ويقدر يتواصل معايا عن طريق التليجرام او يتواصل معايا على ميل الشخصي kareem.raofagmail.com او يسيب لي تعليق على الفيديو وانا هتواصل معايا شكرا جدا ليكم واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جدا ترجمة نانسي قنقر